ان شاء الله تعالى. الحقيقة يعني انا ليه بقول لكم محمود ابراهيم الخطيب رجل بقيمة النادي الاهلي. يعني انا انا شخصيا كنت اتمنى ان احنا ما نكونش قاعدين في قناة الاهلي عشان نحاول ندي هذا الرجل جزء من حقه الانساني قبل الرياضي. لانه حتى ازا كان الجزء ده انساني. الجزء الرياضي يا جماعة مهم جدا. وبييجي بسلوكيات طبيعية. مش بالدعاء ولا بكلام. يعني كابتن خطيب بيحضر مباراة الاهلي والزمالك في كورة اليد بنات. الاهلي بيتوج بكاس مصر. كابتن خطيب زي ما حرص على الحضور وتهنئة بنات الاهلي والاحتفال معاهم. لا توجه لبنات الزمالك. تصور معاهم وحياهم وصفحهم. واشد لروحهم. هو دي الرياضة. هي بصوا بقى النموذج الرياضي. زي ما بيبارك لبنات الاهلي ويحتفل معاهم وبيهنيهم. وبيفرح معاهم. هو كابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي مع بنات نادي الزمالك. على الرغم. ما شاهدته هذي. هي المبرامة تجاوزات. اه. من بعض الحضور. اه طالت طالت كل اطراف الملعب. مش بس النادي الاهلي. ايه. لكن ده. الرياضة بقى. ما ثابتش عنده غضادة. ايه. هو ده وانا منتصر اعملي. اطبطب على الذي لم يدركه التوفيق. ليه. اترفق به. اقول له برافو عليك. هر لك. وفرح ولادي. وفرح نفسي بانتصاري. واطلع اطلع عامل كده وانام وانا بالي مرتاح. ام. ويحيي كمان بنات سفورتنج اللي خدوا الميدالية البرونزية في كرة اليد. ويحتفل مع التلاتة. يعني زي ما بيفرح ببنات الاهل ويباركلهم ويهنيهم. بيشد على ايد بنات الزمالك. وبيشكرهم على مجهودهم. وبيحيي بنات سبورتنج. مال. هي دي الرياضة وهي دي العلاقة. سبورتنج والزمالك وغيره. اتصاق مع النفس. اه. دي ثقافة. دي فلسفة. مش بيعملها هنا عشان حاجة محددة. دي ثقافة. معا. ان انا ازاي اترفق بين ايام ما خد ايد كابتن حسن الشعاطة وراحل. اي وقت. اي وقت. هو متصق. خطوة. متصق مع مكانه. والي هو النادي الاهلي. مم. مع ثقافة المكان. اللي هي ثقافته وثقافة النادي الاهلي. متصق مع اخلاقياته. ونفسه. مفيش تعارض. احنا هنا. لما بنشيد وبتاع له تطبيل ولا في سننا دي انا مش عايز حاجة من حاجة. وما حدش يعرف يعمل لي حاجة خلاص. واخد بالك الحمد لله لو خلصت دلوقتي ايه انا موصول. بندك الصحة. انا بقول لك. لو خلصت بالتقاعد. لو خلصت بارادة الليل. لو خلصت باي حاجة. لكن انا بقول الكلمة دي عشان دي دي بتنور الطريق امام ناس كتير جدا. هذا النموذج اللي عايزينه يستمر. مش التجاوز. واخذ الحقوق بالعنت. والضغط والابتزاز. اخدها بالرفق والسعي والاخذ بالاسباب. وجبر الخواطر.